اجتماعات واستضافات ولجان فرعية تعكف اللجنة المالية النيابية من خلالها لفحص وتدقيق أبواب الموازنة الاتحادية في محاولة لإقرارها بأسرع وقت ممكن إعداد الموازنة لثلاث سنوات يجده أعضاء في اللجنة أكثر انسجاما مع أولويات السياسة المالية والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق البرنامج الحكومي مرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروع الموازنة لثلاث سنوات ولكن هناك سند قانوني للأمر لذلك تسعى الحكومة من خلال طرح هذا المشروع أنه تخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي وتعطي انطباع للمستثمرين وإسمالين بتحقيق إطار مستقر للاقتصاد العراقي خلال ثلاث سنوات ويرى نواب أن الموازنة الثلاثية هي الأكثر مرونة مقارنة بالسنوات الماضية حيث تكون السنة الأولى منها وجوبية مع إمكانية تعديل موازنات السنة الثانية والثالثة وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية وبموافقة مجلس النواب كان نعتقد هناك مشكلة في هذا الموضوع الموازنة الطبيعية جدا ومجلس النواب سوف يناقش جداول سنة 2023 والسنوات القادمة في كل سنة تبعث إلى المجلس ويتم مراجعتها والمصادقة عليها ووفق مسودة الموازنة فإن النفقات الحاكمة كالرواتب والأجور والرعاية الاجتماعية وفوائد وأقصاط الدين العام ومستحقات الشركات النفطية العاملة في جولات التراخيص ونفقات البطاقة التموينية وشراء الحبوب والأدوية التي تزيد على 125 تريليون دينار والتي تشكل ما نسبته 63% من إجمالي نفقات الموازنة العامة سيتم تكرارها سنويا أما باقي النفقات سواء كانت تشغيلية أو استثمارية فيمكن تعديلها وفقا للمتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث كتقلبات أسعار النفط الشديدة أو الكميات المنتجة منه أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد